دروينج دروينج يعني راسم فيه تونس في فلاش تريد ان ترسم ستروك وفلم وفيه حاجة تانية ترسم ستروك التونس بترسم ستروك هي البنسل تون واللائن تون تعالى نمسك البنسل تونس ونشوف هو ممكن يعمل ايه الاول لما تقلق البنسل يظهر لون واحد او ونشوف هو لان احنا نبدي ان يترسم ستروك او بيسر حفة بس لكن فيه حاجة التانية تدري ان ترسم ستروك وفلم مثل الوغل تون اوغل هيا اعمل الستروك عذرق وفلم رصاصي لان احنا كنا مختارين تعالى نمسك نفعل التنسل نفعل البروفرتي يمكنك التغيير عن البروفرتي المصدر يمكنك التغيير على البروفريتي يمكنك التغير المصدر نفعل سؤال البروفرتي ويقوم بتغييره على الشيء الذي سيكون بتغييره عشان نشوف ما الذي سيحدث نسيلكته ونتغيره ويتغير عندما قامنا بتغييره فى الفادي سيبانى أنه نقط نرسم حق تاني عشان نعرف اللي بيحصل بالزبط. برضو تحول الى نقط. لان احنا هنا عاملين في نوع الخط نقط. طيب بنا نرجع شواني تاني نرسم خط تاني. احنا قلنا بنحكم في نوع الخط. حجم الخط. لغن الخط. طيب. لو احنا وغدين التنسل التول. الاوكشن بتاعته بتتغير. يعني لو عملنا على السحن الصغير اللي نزل اللي تحت ده. هنلاحظ ان فيه تلتة 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 فئات من اللاينز ممكن نرسيبهم. ستتعرض تلتة خطوط من كل نوع. هنرسم واحد من التلتة انواع. اوكي. ادي اول لاين. هنفجأ ان هو صح حد اقرب حاجة مستقيم. طيب. هناخد السمور. هنفجأ ان هو نعمه لاقرب درجة من النعومة. انك. ما عملوش اي حاجة. طيب. ننتقل للغوز الخموز الثاني اللي هو سموز. في حاجة تانية هنا مرتبطة بالسموز. درجة سموز انك. يعني انا لو اغيرت دي لمية مثلا. اغيرت اللون ده كده شوية. بس عشان يبقى باين احنا نعمل ايه. وهنعمل لاين. هنعمل اقرب حاجة. او اقرب درجة سموز. تمام? وقلنا برضو ان هنا لو عملنا ستريتنج. هندوس كنترول و ايه. وهنعمل لليد. عشان نفضل. ولا حاولت اعمل حاجة شبه المرضع او المستطيل. وعملت كده. تمام? هنحاوي صح حول اقرب حاجة ممكن تتعمل. طيب. اه. هندوس كنترول و ايه. ايه. لو انا عملت اللين واحد هنا. كده. احنا بنوسم من نوعه. ستريتنج. بس في حاجة هنا انه هوا بيعمل الي الحواف. في شكل قاطع. طب ليه الشكل قاطع ده احنا لا يمكن أن نغيره من أول 8 يمكنك إمكانية أن تغير نهاية الخط المستقيم أو أي خط بتاعك إذا اخترت رسمت رسمت لائن ثاني خطرنا نهاية دائرية حتى نقارن الاثنين نضع الاثنين جانبا بعض ونكبر شوي هذا الاثنين بتاعنا سوف نغيره من الاثنين لن وفتح أن هناك قص جوجت منه الاثنين كلها أي ثاني موجود بالسقوير نعمل سقوير نضع الاثنين كمان عبارة عن بلوكة سقوير أو بلوكة مربعة في نهاية اللاين بتاعنا أي ثاني نقدر نعمله باللاين أو أي ثاني من الإمكانيات اللاين موجودة نضع كنترول وإيه وإليت سوف يفضلنا الاثنين كله سنرسم لاين ثاني بالPencil Tool تمام؟ ونعمل نعمل حاجة اسمها Custom Custom Pencil Tool Custom يعني هنا اللي موجود في دروب داون مينيو ده ممكن تتغيره يعني إيه؟ أنا أرسل لو اخترت الجزء ده اللي هو بيسموه داشت وبرعا داش ورا داش ورا داشت داشت الديفولد بتاعه هو ستة ستة تمام؟ ستة تمام؟ نشوف بحاجمه شكرا يفضل اوكي آآ نعمل كده طبعا مش هوى ده خالص لأن ستة نقطة فستة نقطة آآ وهنا الحجم التلاتاشر فمش خيبة خالص طب لو عملنا حجم صغير كده اوعملنا كده أوكي اتدائي ثاني طعام لو أنا بشتغل blind أكبر من ده مثلا آآ خمص داشت ستتاشر وعاجز اعمل خط داشت بلين 16 حجمه 16 خطوص custom تمام وفي زود النسب دي مثلا لحد ما الجزء ده ما يبان ان هو ممكن يعمل خطوطه هل نحتاجين ان نزود الداش او محتاجين نزود الاسبيسيز نزود الاسبيسيز كده شوائق اوكي نزود الاسبيسيز خلي 15 اوكي نجرب كده احنا نشغلين بلين 16 اوكي اعمل لنا داشت كبيرة اعمل ايه تاني ممكن نعدله في القسم انه يتغير حاجات تانية يعني مثلا الصورد لاين ما يتعدلش اعمل لكن بالتاني بتغير حجم اللاين نفسه تدوده اعمل الداشت يتغير الدوتت يتغير يعني انت عايز كل اثنين احطيها في نقصة اعطيها في نقصة اعمل 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 ادخل الجزء بالراحة مع ناستك تلك الشيء دلوقتي انا احنا هنقفل وعايدة تعمل نفس التمريد ده افتح فلاش فايل جديد انا هنقفل ذاكده اقول له نو اقول له new flash document وابتدي select the pencil tool وابتدي العبدين